تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة مستمعين العزاء صبحكم الله بالخير والنور والعافية وصباح التفاؤل وصباح السعادة ويومكم مستمعين العزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية دائما مستمعين العزاء الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل يعكس آثار إيجابية على صحة الإنسان أرحب بكم مستمعين العزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي قبل أن نبدأ البرنامج مستمعين أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع وياي اليوم فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي وفي التنسيق والمتابعة لخت نجاة السويدي ومخرجنا المتألق المبدع الأستاذ وائل قواسمة وأيضا أرحب وأصبح على دكتورتنا العزيزة دكتورة هند العواضية اسمحي بي دكتورة هند صباح الخير صباح الخير عبدالله صباح الخير لجميع المستمعين الله يحييك دكتورة وأيضا مستمعيننا العزاء أنا محدثكم عبدالله جمعة ونرحب دائما بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS4006 نستعرض فقرات برنامجا هذا اليوم مستمعيننا العزاء ومثل ما عودناكم دائما فقرة الأخبار المحلية والعالمية اليوم عندنا خبر تحت عنوان دراسة تكشف عن أهم الرياضات المضادرة لأمراض القلب وتفاصيل هذا الخبر إن شاء الله بيكونوا ياتش دكتورة هند دكتورة هند مبانا دعا الدكتورة هند العواضي الدراسة تقول أنه يمكن إثبات الآثار الإيجابية للتمرين الرياضي لكن الفوائد المرتبطة برياضات معينة لا تزال قيد البحث وسعت دراسة نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي إلى سد هذه الفجوة مشيرة إلى أربع رياضات من الممكن أن تقلل من خطار الموت ويعد التأثير الإيجابي للتمارين الرياضي على الصحة العامة وجودة الحياة وتظهر العديد من الدراسات أن القيام بشيء ما أفضل من لا شيء ولكن هناك نقص في البيانات المتعلقة بالرياضات التي تحقق أكبر الفوائد وفحص الباحثون ارتباطات ستة أنواع مختلفة من الرياضات من جميع الأسباب ومخاطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية في مجموعة كبيرة من سكان اسكتلندا وإنجلترا كما لوحظ انخفاض كبير في معدل وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية للمشاركة في السباحة ورياضات المضرب والتمارين الرياضية لكن لم تكن هناك ارتباطات مهمة لركوب الدراجات والجري وكرة القدم طبعا هذه الدراسة تقول أن أفضل الرياضات للحفاظ على صحة القلب هي السباحة والرياضات المضربة اللي هم يقصدون التنس والسكواش وغيرها والتمارين الرياضية بشكل عام ولكن ما في هناك ارتباطات مهمة للدراجات والجري وكرة القدم وطبعا يعني الأبحاث قالت أن النشاط البدني أيضا تعزز من احترام الذات والمزاج ونوعية النوم والطاقة وأيضا تقلل من مخاطر الإجهاد والاكتئاب والخرف ومرض الزهايمر وطبعا الهيئة الخدمات الصحية الوطنية تنصح بالبقاء في صحة جيدة على البالغين محاولة ممارسة نشاط بدني كل يوم ويسعون أن يحققون 150 دقيقة على الأقل على مدار الأسبوع يوزعونها بين مجموعة متنوعة من الأنشطة صحيح دكتورة دائما طبعا يعني الجانب الرياضي مهم لصحة الإنسان ومثل ما ذكرتي مثل ما يقولون يعني الرياضة اللي هي الفيزيكل يعني اكتيفتيز غير الرياضي يعني مثلا المشي أو السباحة في بعض الناس مرات تعتقد أني أنا ما ألتحق بالجم أو ما عندي وقت أني أسير الجم أو مثلا أسير الحدائق فدائما هناك كثير من الدراسات قرينا أن حتى الحركة العادية يعني اليومية الإنسان يمارسها معنات أنه يحرك جسمه ويحرك الدورة الدموية في الجسم صحيح أتفق معك ننتقل دكتور عيل من فقرة الأخبار إلى فقرة السوشيال ميديا ودائما مستجدات السوشيال ميديا على صفحات هيئة الصحة في دبي ومعانا الزميلة أسمى الجناحي اغتيأ أسمى صبح جل الله بالخير والنور والعافية ننتظر مستمعين الأعزاء أسمى الجناحي اغتيأ أسمى صباح الخير صبحكم الله بالنور وكرور عليكم وعلي كل مستمعي ذاعة نور دبي الله يصبح جبل النور والعافية وشو بتعطينا من مستجدات اغتيأ أسمى في وسائل التواصل الاجتماعي منظم الأشياء اللي حطيناها في طنوات التواصل الاجتماعي وكان عليها بيوز كثير هي طرق انتشار مرض كوفيد-19 بعض العبارات والسلوكيات المداولة اللي قاعدين دائما نسمعها يعني نشوفها مثلا أشخاص تتبونها في السوشيال ميديا وغيرها وهي سلوكيات أو حتى يعني تشجع أسرع على سلوكيات غلط مثل منها نسلم اليوم ولا كورونا لا لا سلمون مخالط نتيجتي سلبية دكتورة هند تقول عادي بس عن بعد عن بعد فبعض الأخص يعني بعض المفردات اللي قاعدين نسمعها تبين أن في سلوكيات خاطئة مثلا أنا أم تفاحص يعني إذا أنت مخالط حتى لو فحصت نتيجتي سلبية لازم تكون في الحجر الصحي يعني الموضوع مو بأن أنا خالط فحصت من شيء سلبية وأظهر وخلط وخلط خلق الله لكن إذا كان واحد مخالط لمسافة أقل عن مترين لمدة أكثر من 15 دقيقة يعتبر مخالط ولازم أن يكون في حجر صحي فهي تغريبا فيه مجموعة من السلوكيات مثلا بنتوي عزيمة كنا بنفحص كنا في النهاية إذا فيه أشياء يعني أو إجراءات احترازية تم الإعلان عنها لمصلحة الجميع فالموضوع موضوع صحي يعني موضوع لمصلحة كل الشخص وليه سلامته سلامته وسلامة الناس اللي حوله فنتمنى من جميع الانتتام بالإجراءات كله الوقائية مثل البنية كما وتباعد الجسدي وغسل يدينا وأيضا تباعد الإجراءات الثانية مثلا أن الواحد لا يستيقع زائم مثلا المحدة لعشرة من الدرجة الأولى مثلا نتم عشرة من الدرجة الأولى يعني نتم لبنية كمامات إذا كان فيه عزيمة ونستخدم الأشياء يعني نعقم يدينا قبل ما نستخدم ما نفرك عينا بدون نص يدينا فهي بعض الأشياء لنحن يعني مفرط تكون عندنا عادة يعني سواء كورونا ولا لا لازم يكون عندنا عادات صحية تكون معانا يعني مستمرة فهذه تقريبا من الأشياء يعني بوث كان عليه واي تفاعل في قناة التواصل الاجتماعي وأيضا من ضمن الأسئلة اللي قاعد تصلنا عن مراكز الفحص مراكز الفحص ستتم الإعلان عنها في قناة التواصل الاجتماعي أيضا يوم أمس فجميع المواعي جميع مراكز الفحص تعمل بنظام المواعيد يرجل يعني أخذ المواعيد من خلال تطبيق هيئة الصحة أو من خلال الرقم المجاني 8342 أيضا بخصوص يعني التطعيم أيضا عن طريق الحج موعد مسبق جميع المراكز اللي تقدم أيضا خدمة التطعيم ما تستقبل الأشخاص اللي عندهم مواعيد مسبقة تكون وصهم رسالة نصية قصيرة على تطبيق الهاتف البكي أيضا من ضمن الأشياء للأشخاص كيف ممكن يأخذوا مواعيد للتطعيمات ممكن يتطوع 8342 ويسمعون IVR يجاوبون على الأسئلة وبعدين يختارون نوع التطعيم اللي هم يبغون يأخذون منها مثل ما تعرفون أن التطعيمات كلها اختيارية ممكن واحد يختار التطعيم اللي ينصب من أو الناس أو اللي يبغي أو اللي يعني يرتاح له من خلال 8342 لكن فترة هذه للفئات الأولوية لهم أصحاب الأمراض المزمنة كبار السن وأصحاب الهمم بالنسبة لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية يكون التعاون مباشرة بين الجهتهم بين جهتهم وهيئة الصحاب تبي مبعا طريق البوكينج إلا إذا كان من ضمن أمراض المزمنة وأصحاب الهمم وكبار السن تقريبا هالأشياء اللي كانت في قناة التواصل الاجتماعي والأسئلة اللي وصلكنا أيضا في قناة التواصل الاجتماعي وحبين نحن نأكد عليها في الإذاعة ودمتم بصحة وسعادة شكرا لتش أختي أسماء الجناحي على المستجدات الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي دكتورة هن تعليقش على كلام لأخذ أسماء الجناحي وبالأخص أركز على نقطتين الاعتقادات الخاطئة والسلوكيات مثل ما ذكرت أسماء وكثير هالأيام نحن نسمع دكتورة أن شخص خذ اللقاح الأول وخذ اللقاح الثاني يعتبر نفس أنه خلاص ما يحتاج أنه يتقيد بأي نوع من الإجراءات الاحترازية الخاصة لفيروس كورونا وأيضا هناك بعض الناس تعتقد بأن إذا كان هو مخالط مع الشخص مصاب بفيروس كورونا معناته إذا ما عنده أعراض إنما يتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية طبعا هذا التفكير والسلوك الخاطئ هذا وايديين يعني يتوقعون أنه صحيح وخصوصا اللي يقول أنا مخالط بس ما فيني أعراض ما أحس بشيء فلا إذا أنت مخالط لحالة إيجابية ومتأكد أنك مخالط لازم أنت تلتزم بالعشرة أيام سواء كانت عندك أعراض أو ما كانت عندك أعراض هاي العشرة أيام هي إلزامية وضرورية سالفت أني أنا خدت جرعتين من اللقاح وأنا خلاص حين صرت محصن ومنيع نعم أنت عندك المناعة الكافية لكن هاي المناعة تحتاج أسابيع اللي تتكون لأنها طبيعة الجسم البشرية تحتاج وقت إلي ما تكون لك المناعة اللي تحتاجها وحاليا اللقاحات هي إحدى الوسائل لمكافحة الجائحة في المستقبل إن شاء الله هي بتكون يعني السلاح الأهم عنها بس في الوقت الحالي عشان إحنا عندنا الجائحة ونبي نطعم أكبر عدد ونوصل للمناعة المجتمعية اللي إحنا نستهدف لها ننصح الجميع بضرورة الإلجزام بإجراءاتهم الاحترازية حتى لو هم مخطين الجرعتين نعم شكرا دكتورة على التوضيح وبناخذ فاصل مستمعين الأعزاء فقرتنا الثانية بتكون طبعا دكتورة هند العواضي بتكون موجودة معانا مستمعين الأعزاء يمكنكم بالتواصل على الأرقام 6-0-0-5-5-1-4-1-4 وعلى رسائل النصية القصيرة 4-0-6 وحديثنا وموضوعنا الآخر بيكون اليوم عن كبار السن ومرض كوفيد-19 بنكمل معاك الدكتورة بعد الفاصل مستمعين الأعزاء مرحبا بكم السهلة ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي دايما نرحب بتواصلكم معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام ستة صفر صفر خمسة خمسة وآحد أربعة وواحد أربعة وعلى الرسائل النصية القصيرة اسمس أربعة صفر صفر ستة يا مرحبا بيتش دكتورة هند مرة ثانية وننتقل إلى فقرتنا الثاني اليوم عن مستجداد كوفيد كوفيد عفوا 19 واليوم الخاص بكبار السن طبعا احنا مخصصين هاي الحلقة في الأسبوع نتحدث فيها عن كل ما يتعلق بكوفيد ونعرف اللي لازم نحن نراعيها وخاصة في ظل وجود المشكلة الصحية العالمية المتمثلة في جائحة كوفيد 19 وفي ضوء الخدمات العالية المستوى من الرعاية الصحية والعناية الطبية التي توفرها الدولة لكبار السن وأيضا ما تقدموا هيئة الصحة في دبيع على وجه التحديد من خدمات منها العلاجية والوقائية احنا نسعى في هاي الفقرة نناقش بعض النقاط المهمة لكبار السن من ناحية صحتهم واللي بيحدثنا عنها اليوم الدكتور تامر محمد استشاري طب المسنين في هيئة الصحة في دبيع صباح الخير دكتور صباح الخير دكتور تامر صباح النور سامعاني حضيك ايه سامعينك دكتور اه اتفضل دكتور لو يعني احنا نعرف ان المسن يعني لعناية خاصة فهل يحتاج المسن ان يراجع الطبيب عشان يعيد ضبط بعض ادويتها الخاصة بالسكر والضغط وما الى غير ذلك طبعا في الاحوال العادية كبار السن حضيك بيصابوا بمرض السكر ومرض الضغط احنا دايما نقول ان المرض العامة زي السكر الضغط امراض روماتيزنية هي امراض بغض النظر عن السن لكن كبار السن فيهم حاجة انا واحد بيعنده ضغط بياخد دوالي لكن في نفس الوقت عنده سكر وعنده مشاكل عنده امراض روماتيزنية وبيحتاج ادوية للكل فالتأثير الادوية بالامراض الاخرى بتغير الحالة الطبية يعني حضيك انا ممكن يكون عندي الضغط الواحد صح بضغط الواحد بيتعالج في كبار السن زي الصغار ببعض بس خمس امراض مع بعض بيأثروا على بعض فبنقول حضيك ان اه كبار السن طبعا حضيك ان هو محتاجين من وقت مراجعة الطبيب لان الحالات الصحية وان كانت مستقرة فعدم استقرار اي حالة من الحالات الكتيرة اللي عندهم بتأدي انعكاس على الحاجات الثانية فلازم من وقت الوقت يتطمن ان اللي كان مضبوط من زمان ما زال مستمر مضبوط يعني من وقت وقت ما بيشتكيش محتاجي راجع طيب دكتور لو تحدثنا عن احنا نعرف احنا حين لقاح كوفيد-19 اصبح متوفر في هيئة الصحة لو تحدثنا شوي عن اهمية هذا التطعيم لكبار السن اكمية كبار السن اهمية التطعيم لحضيك ان التطعيم في الكبار والصغار بيقدي الى تقليل شدة الاصابة يعني حضيك ان الناس ممكن نفس عدد الحالة اللي عندهم خمسة الاف حالة مثلا في مدينة بيحصلوا في الاسبوع يمكن ينزلوا حالة بسيطة باربعة تالف خمسة مية لكن الفرق الشديد عدد حالات دخول المستشفى يعني كانت من الخمس تلاف دولار بيحصل الف بدخول المستشفى مع التطعيم عدد حالات المحتاجة رعاية حتى يعني الدخول المستشفى هينزلوا مثلا مية خمسين هينزل بشكل كبير جدا يعني التطعيمات بتقي من الاصابة بمرض شديد يعني بتخفف الامراض مهمة لان المعظم اللي بيصابوا بامراض شديدة او بدرجات شديدة من المرض هم كبار السن ده هنحضر نشوف نتابع ان الاطفال حتى لو جالهم ما بيفرق شمعهم حاجة لكن كبار السن معظم يعني حتى لو في البيت مثلا كلهم ما طعموش هو اهم واحد الطعم بعدين يجي كل الطعم لان هو اصابته معناها دخول المستشفى وفي الوقت الحالي اولا دخول المستشفى صعب المستشفى يعني دخولها صعب ثاني حاجة كبار السن حتى لو اصيبوا داخل المستشفى تبقى رعايتهم اصعب ولخطر الوافية فاهم شخص الطعم في العيلة هو كبار السن لانه ما بيستحمل المرض لو اصاب نعم ايضا دكتور تامر بخصوص موضوع الاهتمام اللي تولي هيئة الصحابة دبي لفئة كبار السن او كبار المواطنين سواء من ناحية خدمات طبية وايضا هناك جانب مهم جدا يعني الخدمة الشمولية اللي توليها وتوفرها هيئة الصحابة دبي لكبار السن لو نتحدث دكتور معاك عن هاي الخدمات وبالاخص موضوع تطعيم كبار السن في المنزل هو طبعا حضيك كما هو كنا فعرف ان تطعيم اول منزل كان متاح بالاولوية خط الدفاع الاول وكبار السن حتى قبل الحوائل فكبار السن عندنا بيطعاموا من الاولوية كأنهم خط الدفاع الاول نيجي بقى لكبار السن المقيمين في المنزل عندنا كبار السن المقيمين في المنزل كانوا بينقسم من قسمين قسم بتابع لانهم عندهم الناس مزمنة دولت والحمد الله تقتم كل الملفات تترجعت ونزلت حملات لتطعيم كبار السن المرضى المنازمين للمنزل اما كبار السن اللي ما كانوش متابعين معنا يعني كبار حضريك دعاناهم الى تسجيل في برنامج بين طعامهم في المنزل حتى لو كان قادر يروح مركز الصحة وكان دا عن طريق هيئة تنمية المجتمع نعم فهو حضريك انا بعد رأو لكل من الكبار السن الذين لم يتلقوا التطعيم في دبي الاتصال بهيئة تنمية المجتمع على الرقم ثمنمية واحد وعشرين واحد وعشرين هيئة المجتمع بترسل لهيئة الصحة وقسم طب كبار السن بنراجع ملف الصح بتاعه وندرجه في قوائم التطعيمات في المنزل اذا ما كانش قادر يروح لمركز الصحة لأخذ التطعيم وبترح لممرضة لو كان لا يوجد اي مقوانع من التطعيم بترح لممرضة بتطعام في المنزل بالفعل دكتور كان عندنا استفسار على المسيجات كانت تسأل الاتصال بهيئة تنمية المجتمع وللحصول على هذه الخدمة ومن ثم سوف يقوم بالتواصل معنا لتوفير الخدمة لها ان شاء الله دكتور شكرا على المعلومات القيمة اللي عطيتنا اياها دكتور تامر شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك الجدا قيمة يعطيك الف عفية الله يعطيك تطرح فيه نعم دكتورة قبل لا نطلع الفاصل نحب ان ايضا انذكر يعني مستمعين العزام مثل ما تفضلت دكتورة بان هناك شراكة الحقيقة جميلة جدا بين هيئة تنمية المجتمع وهيئة الصحة بتبي لتطعيم كبار المواطنين وكبار السن ومثل ما ذكرت دكتورة بامكانهم التواصل مع هيئة تنمية المجتمع على الرقم المجاني لهم 800-00-21-21-21 وبعدين والاتصال مع الأسرة وذلك لعمل التجهيزات اللازمة للتطعيم كبار المواطنين دكتورة قبل لا نطلع الفاصل عندنا اتوقع ثلاث دقائق بنتكلم عن الخدمات الحقيقة المميزة اللي تقدمها هيئة الصحة لكبار المواطنين او كبار السن سواء كان عن طريق يعني مركز كبار المواطنين او الخدمات الثانية اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي وايضا لو نذكر دكتورة ايضا او لو نذكر احد المبادرات المميزة اللي اطلقتها هيئة الصحة بدبي مبادرة طبيب لكي المواطن وايضا مبادرة الدوائي من خلالها يتم تقديم خدمات مميزة لهاي الفئة دون يعني حاجتهم للذهاب لمراكز سواء الرعاية الصحية لولية او حتى المستشفيات طبعا هم حرصوا ان كبار السن يقللون من زياراتهم لان بحكم حالتهم الصحية ووضعهم الصحي لهم مواعيد مخصصة يزورون فيها المراكز الصحية فهم حاولوا ان يقللون من عدد ومدة زياراتهم للمراكز هذه مش فقط طبيب لكل مواطن ايضا في العيادات التخصصية الخاصة بكبار السن قامت بتحويل مواعيدها الى مواعيد عن بعد وكانت الاستشارات هاتفية وعن طريق الفيديو كولز فالحاول وقدر المستطاع ان يقللون من تعرضهم للعدوى ولما اللقاح صار متوفر حرصوا انهم يكونون من اوائل الاشخاص اللي يحصلون على هذا اللقاح وما زالت الهيئة تحرص ان توفر هذا اللقاح لكبار السن ودائما تحطهم في قائمة الاولويات في الحصول على هذه المواعيد فانا ادعو كل شخص ما حصل موعد يعني ما زال يفكر ومتردد ان يحصل على اللقاح اقول لا بادر وخذ موعد واللقاح جدا امن واللقاح جدا فعال رح يعطيك الحماية اللي انت تحتاجها وايضا رح يعطيك الحماية من الاصابة بمضاعفات مرض كوفيد 19 اذا لا سمح الله صار واصبت في العدوى ففي النهاية اللقاح هو احدى الحلول اللي احنا نحتاجها لمكافحة الجائحة وبالاخص لفئة الكبار السن لأنهم هم اكثر عرضة للاصابة بمضاعفات هذا المرض شكرا دكتورة مستمعين العزاء ما زالت بتكون معنا دكتورة هند العوضي موجودة ولكن بناخذ فاصل وبعد الفاصل بيكون عندنا موضوع اليوم عن الدليل الارشادي المدرسي الخاص بكوفيد 19 خلكم معنا مستمعين العزاء فاصل وراجعين صحة وسعادة مستمعين العزاء مرحبا بكم وسهل رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة صحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي دائما رحب بتواصلكم معنا مستمعين على الأرقام 600 55 14 14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 400 006 ويا مرحبا بك وسهلة دكتورة هند العوضي في برنامج صحة وسعادة ونكمل معاك اليوم حديثنا عن الدليل الإرشادي المدرسي لكوفيد 19 طبعا دكتورة هيئة الصحة بدبي أصدرتم أنتم مؤخرا عدد من الأدلة الإرشادية حول كوفيد 19 لو تعطينا دكتورة فكرة عن هاي الأدلة الإرشادية وأهميتها أيضا طبعا دائما هيئة الصحة تحرص على رفع الوعي للمجتمع وفي الوقت الحالي يعني إحنا في قائمة أولوياتنا أن إحنا نزيد وعي المجتمع عن كوفيد 19 في جميع جوانب حياتهم الأدلة الأدلة الإرشادية هذه إحنا صممناها وعددناها عشان نشرح للمجتمع شو تسوي إذا أنت كنت مصاب بكوفيد 19 شو هي الإجراءات اللي لازم تتبعها شو هي الفحوص اللي لازم تسويها شو هي شروط عزلك الصحي هذه هذا كان دليل الإرشادي الخاص بالمصابين سوينا دليل إرشادي ثاني خاص بالمخالطين لأنه أيضا جانب جدا مهم في سيطرتنا على الجائحة أنه نسيطر على الانتشار المرض عن طريق أن نشرح للمخالطين متى نعتبرك مخالط متى تنتهي فترة مخالطك شو تسوي لما أنت تعرف نفسك مخالط وشو هي الإجراءات اللي لازم تتبعها وأيضا كان في دليل إرشادي ثالث يتحدث عن المدارس لأنه مثل ما نعرف هاي السنة المدارس كانت عبارة عن خليط ما بين الدراسة عن بعد والدراسة عن قرب فإحنا حاولنا أن نكتب ونشرح للطلبة وأولياء الأمور والمدرسين أهم النقاط اللي هم لازم يعرفونها لكوفيد 19 والمدارس فكان هاي فكانت هذه الأدلة الإرشادية الخاصة بالإجراءات أيضا إحنا سوينا العديد من الأدلة الإرشادية التوعوية للمجتمع فهذا باختصار الأدلة الإرشادية اللي سوتها الهن طبعا دكتورة أكيد يعني هاي الأدلة الإرشادية مثل ما وضحتي لها دور مهم ودور حيوي في جميع المجالات اللي تفضلتي فيها وهاي دايما طبعا بتزيد نسبة الوعي والتثقيف لدى أفراد المجتمع في الوقت الحالي المهم الخاص بكوفيد 19 دكتورة لو ناخذ يعني معاك أبرز عفوا المحاور اللي يركز عليها الدليل الإرشادي الخاص بالمدارس أبرز المحاور كانت إن إحنا نشرح للشخص شو هي أعراض كوفيد شو لازم أنت تعرف بعض المعلومات الأساسية عن كوفيد شو هو الإجراء المتبع إذا مثلا أنت اكتشفت أن طفلك مصاب أو اكتشفت أن طفلك مخالط كولي أمر أنت شو لازم تسوي كإدارة مدرسة أيضا شو هي الإجراءات اللي لازم تسويها فكانت فيها هذه المعلومات الأساسية في الدليل الإرشادي نعم طبعا أكيد دكتورة مثل ما تطرقتي أنه بيكون جانب هو الجميل دكتور أنه أنت خدتوا الأدلة الإرشادية لجميع الفئات مثل ما ذكرتي جانب هناك أكيد بعض الأمور الخاصة اللي يحتاج ليعرفها الطالب أكيد هناك دليل إرشادي أيضا في بعض المواضيع اللي يحتاج أنه يعرفها ولي الأمر كيف يتعامل وكيف يتصرف هذه الأشياء وأيضا ركزت أيضا أنتوا على الجانب الإرشادي الخاص بالنسبة للهيئة للتدريسية اللي مفروض أنهم يعرفون الجوانب الخاصة بالكوفيد المحاور دكتورة لو نتكلم عن اللي ركز أيضا عليها دليل إرشادي المدرسي يعني سبب أننا حاولنا نشرح للأولياء والمدرسين لأنها عملية متكاملة الطفل يقضي أغلب أوقاته ما بين المنزل والمدرسة فإحنا حاولنا أنثقف الأولياء الموجودين في المنزل وأيضا الطاقم التدريسي الموجود في المدرسة المحاور إحنا الدليل الإرشادي هم موجود في موقع الهيئة لكن أحين أنا أختصر لهم في ناس تحب شرح شخص يتكلم ويشرح لهم بدلا ما يمر على الصفحات العديدة الموجودة في الدليل حاولنا أول شي نشرح لهم شو هي أعراض وعلامات كوفيد 19 اللي حين كلنا صرنا نعرفها ارتفاع درجات الحرارة السعال وما زال وما زالت الناس تسأل أنا عندي هل فيني كوفيد أو لا هي جدا شبيهة لأي مرض تنفسي من ضمنها ضيق وصعوبة في التنفس آلام في الحلق سعال سيلان وفي هذا الشيء جدا مميز على طول الشخص يسألك أنت تشم أنت تستطعم الأكل هذه تعتبر من العلامات المميزة أيضا أن الواحد أول ما يبدأ أنه حاسة تشم عندها تخف على طول تكون عندها الورنين ساينز أنه أنا فيني كوفيد أو لا فكانت هذه البداية للدليل الإرشادي ومن ثم انتقلنا لبعض الأشياء الضرورية إحنا يعني حطيناها في بداية الدليل الإرشادي عشان هم يعرفون مدى أهميتها اللي لازم هو ما يرسل طفلة للمدرسة إذا كانت عنده أعراض لهذا الطفل أو إذا ولي الأمر عرف أنه طفلة مخالط لشخص مصاب بكوفيد 19 أيضا حطينا لهم نقطة أن حاولوا تجنبون حضور التجمعات والاحتفالات وحاولوا أن تبعدون أطفالكم عن الأماكن المزدحمة عشان ما تعرضونهم لخطر انتقال العدوى لهم وطبعا هاي النقطة أنا بالنسبة لي جدا مهمة كوفيد شو هو كيف ينتقل كيف تحمي نفسك شو هي العلامات ليش إحنا ما قمنا نروح للأماكن الوايد مزدحمة ليش إحنا ما قمنا نحتضن أو نقبل الآخرين أو نسلم عليهم بالطريقة اللي احنا كنا نسلم عليهم قبل أنا يعني ضد فكرة أني ما بنخبر الأطفال شي عشان ما نخوفهم بالعكس عدم معرفتهم للوضع اللي هم فيه هذا يخوف أكثر أنت لما تشرح لهم بطريقة جدا بسيطة هم رح يستوعبون وبالعكس هم رح يساعدونك في التباع للتعليمات والإرشادات الأطفال مطلوب منهم أنهم يرتدون كماماتهم أي طفل فوق الست سنوات مطلوب منه أنه يرتدي كمامة لذلك احنا لازم نعلمهم الطريقة الصحيحة للبس الكمام أنا شو أسوي كيف ألبس كمام أنا شليت الكمام هل أنا أرد ألبس هل أنا أستعمل واحد يديد نشرح لهم المتبع في ارتداء الكمامات وطبعا يعني حطينا لهم نقطة مهمة لأولياء الأمور زودوا طفلكم بعدد كافي من الكمامات علموا أطفالكم طريقة غسل يدينهم عطوهم المعاقمات الكافية في شنطة المدرسة عندهم وطبعا يعني مو بس توعون نفسكم لكن أنتوا كأهالي أيضا لازم تكونون على علم بكل التحديثات اللي تصدر من الجهات المعنية هاي كانت بداية الدليل الإرشادي ومن ثم انتقلنا إلى انتوا شو تسوي إذا مثلا طلع على طفلك أعراض في البيت انتوا شو بتسوي إذا طلعت على طفلك أعراض أثناء ذهاب للمدرسة ومن ثم انتقلنا إن شو الأشياء اللي لازم المدرسين يسوونها إذا طلعت الأعراض على الطفل أثناء تواجده في المدرسة باختصار عشان ما نطول على المستمعين إذا كانت على طفلك أعراض أنت أول شي تسوي إنك ما ترسله للمدرسة ومن ثم تتصل في المدرسة وتبلغ أني أنا طفلي مريض وعند هاي الأعراض وأنا شاك أنه في كوفيد وتسوي لفحص البي سي آر إذا كان هو يحتاج فحص البي سي آر إذا طلعت نتيجة سلبية يعني يخبر المدرسة أني أنا طفلي طلعت نتيجة سلبية ويرسل للمدرسة فور تحسن أعراض إذا كانت النتيجة إيجابية طبعا هو لازم يبلغ المدرسة بهذا الشيء على طول يخبرهم يتبع الإجراءات الصادرة بخصوص العزل الصحي الطفل راح ينعطى فرصة التعلم عن بعد قبل ما يرجع للمدرسة لازم يحصل هو على شهادة خلو من مرض كوفيد 19 لأن نحن بعد مسؤولين عن الأطفال الموجودين أيضا في الحرم المدرسي فلازم هو يحصل على هاي الشهادة هاي الشهادة يقدر يحصلها عن طريق الاتصال في خطنا الموجود 24 ساعة ثمان ثلاثة أربعة ثلاثة يبلغهم أني أنا طفلي كان مصاب وحين هو غير مصاب فأنا بهاي الشهادة عشان المدرسة تسمح لي أني أنا أرد وأبعث طفلي إلى المدرسة وإذا كان في مخالطين لطفلك مثلا نحن نعرف يمكن عند أخوان معاه في المنزل لهم في المنزل لمدة عشرة أيام ونتأكد أنه ما فيهم إلا العافية ومن ثم ما نقوم بإرسالهم للمدرسة نعم دكتورة هند يعطيك العافية أيضا أكيد أثناء وضع الدليل الإرشادي تطرقت إلى جانب آخر من الجوانب اللي هي يعني دور الإدارة المدرسية في تنمية وعي طلبة المدرسة فلو تحثينا في هذا الجانب دكتورة هند طبعا إحنا حرصنا والطاقم التدريسي والدليل الإرشادي جزء منه كان فيه إرشادات لهم أيضا فإحنا حرصنا أن نوعي المدرسين بضرورة أن يقومون بالتوعية المستمرة للأطفال الموجودين في المدرسة يعلمونهم كيف يخسلون أيديهم يعلمونهم المسافة الكافية كيف تكون ارتداءهم للكمام وأيضا كيف يتصرفون إذا لا سمح الله ظهرت بعض الأعراض على الطفل إذا كان مثلا سواء كان في باص المدرسة شو هو التصرف الصحيح اللي يسوي أو إذا كان هذا الطفل موجود في الحرم المدرسي سواء كان في الصف أو كان مثلا في غرفة الاستراحة وما إلى غير ذلك يعني حرصنا أنه إحنا نوعيهم ونبلغهم أن دوركم أيضا جدا أساسي وضروري في سيطرتكم على هاي الجائحة وأن دوركم مهم أنكم تحافظون على سلامتكم وسلامة الأطفال الموجودين أيضا في الصف على سبيل المثال إذا طلعت حالة شكوا أن الطفل مريض في الصف فعلى طول يقومون بأخذه إلى غرفة منفصلة عن الآخرين يقومون بإبلاغ ولي أمره أنه إحنا هذا الطفل حسب بعض الأعراض فإحنا أخذنا لهذه الغرفة إلى ما يحضر ولي الأمر ويأخذ الطفل وإذا كان يحتاج لفحص يعملوا له الفحص إذا كان ما كان يحتاج وكانت فقط أعراض تنفسية بسيطة غير كوفيد يحرصون أن أعراض تستقروا من ثم يقوم بالرجوع للمدرسة يعني هاي التعليمات البسيطة على كثر بساطتها بس هي مهمة جدا في سيطرتك على انتشار العدوى والمرأة ودكتورة الجميل في الموضوع بأن أخذت أنت بالاعتبار في الدليل الإرشادي جوانب مختلفة يعني دور المدرس ودور إدارة المدرسة وأيضا مسؤوليتهم اتجاه وعي الطلبة اتجاه الكوفيد وأيضا حاليا دكتورة نبان نتكلم معاتش أيضا من خلال يعني الدليل الإرشادي دور أولياء الأمور مثل ما ذكرتي يعني في المحافظة على توعية أبنائهم وتعزيز أساليب الوقاية لديهم أنا بالنسبة لي ولي الأمر لازم يحرص على مش فقط يحافظ على الصحة الجسدية لطفلة طبعا هذا جدا مهم أنه الوقاية هي لها عدة جوانب نعم لدينا الجانب الجسدي أنك أنت تحرص أن طفلك يحصل على الغذاء السليم الفيتامينات اللي يحتاجها الأكل الصحي هذا جدا مهم لأن نحن نعرف أن المناعة تلعب دور جدا كبير في سيطرتك على المرض وفي مقاومتك للمرض فأول شيء أنت تسوي أنك تحافظ على جسد هذا الطفل بتوفير الغذاء الصحي له تحرص أن طفلك يقوم بالحركة هذه الرياضة أيضا جدا مهمة في تعزيز المناعة للطفل إلى جانب أنك تحرص أنه ينام عدد كافي من الساعات ما تخلي طفلك يسهر لساعات وساعات من أنا أستغرب من الأهال لطفلهم يكون واعي بعد الساعة أنا بالنسبة لي أعتبر بعد الساعة تسعة هذا سهر للطفل الطفل يحتاج ينام عدد معين من الساعات عشان يحافظ ساعة كم دكتورة مفروض يعني أنا أقول الساعة ثمان ماكسموم ساعة تسع يعني تعشى سبع يعني على النظام الأجانب الحالة المثالية يعني لا يعني هذا المفروض كل طفل من حق الطفل علينا أنه نحرص أنه ينام في وقت الصحيح الخلايا عنده تتجدد بالليل الطفل يحتاج ينمو في خلايا تنفرز في الوقت الليل هذا إذا أنا خليت الطفل واعي لنحد داعش وطناعش ووحدة ما أدري أنا أعتبرها جريمة في حق الطفولة مخرجنا يبي عرف هو كم ساعة لازم يرق الدكتورة هند هو ولا شي صفر التمطول اليوم واعي طبعا في أوقات معينة للأشخاص الطفل لساعات معينة لازم ينام فيها إحنا كبالغين ما بين الخمسة لثمان ساعات تكفينا تراها بس الطفل لأنه في فترة نمو يحتاج أنه ينام هذه الساعات وخصوصا ساعات الليل هذه وايد مهمة وفي العديد من الدراسات تقول أنه اللي ما ينام فترة الليل هذه يخسر الكثير من الأشياء المهمة فأنا فأنا أحافظ على جسد الطفل في نفس الوقت أحافظ على صحة النفسية أني أنا أكون واعي أشرح لطفلي الوضع الحالي أقول له شو قاعد يصير أشرح للأمور هذه إذا كان الطفل عند بعض القلاق التخوف إذا حسيت نفسي أنا مو قادر أني أنا أشرح للطفل أستعين بخبير وأخصائي وأخلي يعني يساعدني في هاي حفاظ على صحة النفسية للطفل أيضا إلى جانب أني أنا أعطي عدة الوقاية الخاصة في كمامة لازم يعرف أنه كيف يرتدي المعقم لازم يعرف كيف يعقم إيدينا بالطريقة الصحيحة دورنا إحنا كأولياء أمور مش فقط أنه نحرص أن طفلنا يروح المدرسة ويرد لا أنا مسؤول أيضا عن صحة الجسدية والنفسية والعاطفية أيضا وأيضا أنا مسؤول أيضا أنه أثناء تواجد في المنزل لما أنا أنا وطفلي نخرج في وقت راحتنا لازم أنا بعد ما أودي أماكن المزدحمة لازم أنا أحرص أن المكان اللي إحنا نروح لها يكون آمن يكون يتبع إجراءاتنا الاحترازية يعني هي عملية متكاملة ما يصير فقط أقول أنا هو في المدرسة وفي البيت قانون ثاني المفروض هي عملية متكاملة وكلنا نساعد بعض في حفاظنا على أنفسنا وغيرنا صحيح دكتورة من خلال حديث طبعا أكيد دور أولياء الأمور مهم جدا وأيضا دور الأم دكتورة هند مهم بحيث أنها هي تكون مثقفة يعني بجميع هاي الأمور بحيث أن حتى يعني إذا كان في هناك سؤال من الأبن الأم مفروض أن يكون عندها ثقافة كافية كيف تقدر ترد على أسئلة هذا الطفل بحيث أنه يعني يتجنب الأمور الثانية إذا كان هناك في قلق أو توتر نفسي وما شابه ذلك دكتورة عندنا وقت شوية شو تحبين تنصحين يعني مستمعين الأعزاء في جانب يعني الدليل الإرشادي وأهميته وأيضا حرصهم على يعني الاهتمام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في كل الأماكن اليوم المفروض أن الشخص يكون على وعي ويكون يعني على درائب كل الإجراءات هاي وانتي إذا أتشال الله خير دكتورة دائما يعني الذكرين الناس يعني إذا كان حاب يطلع مكان لابد أن يعرف عن الإجراءات هاي سواء المطاعم النوادي الرياضية واليوم هناك أدلة إذا كم الله خير دكتورة قمتوا بالعمل بها أيضا من خلالها يزيد يعني توعية أفراد المجتمع قبل ما نختم الحلقة بالنصايح الأخيرة كان في استفسار عبدالله على المسج سائل الأخ عبدالعال يقول أنه كان عنده كورونا أول شهر فبراير وتشاف الحمد لله فهو يقول هل أنا أقدر أخذ اللقاح في شهر مارس اللي كان مصاب بكورونا إحنا نفضل أنه نعطيه فترة ثلاثة أشهر وبعدين هو يقدر يحصل على موعد لأخذ لقاح الكوفيد يعني بعد ما أنت تشاف من المرض عط نفسك فرصة ثلاثة شهور لأنه إحنا نعرف أنه أنت تتكون عندك هاي المناعة الطبيعية لمدة ثلاثة أشهر من عقبة هي العادة المناعة التمن ثلاثة شهور لشوي أكثر من عقبة ثلاثة شهور أنت تقدر إذا أنت حاب تاخذ اللقاح تقدر تحصل على اللقاح كان في سؤال ثاني من ما حاب اسمه بس كان سائل أنه ما أخذ موعد في ديسمبر وعطوه في منتصف فبراير وبعدين وصلت لرسالة في منتصف مارس هي لأن إحنا قمنا بإعادة جدولة للمواعيد فهذا شي طبيعي طبعا هو يقدر يروح ويحصل على هذا اللقاح في الموعد اللي يعطويا ورد على سؤالك عبد الله أنا بالنسبة لي وائد مهم أنه أنت تتبعون المثلة الذهبي بالنسبة لي لازم ترتدي كمامك طوال فترة بشكل مستمر بطريقة صحيحة ما نبي خشم طالع ذقن طالع لما أنت تتكلم تتكلم مع حد تشيل الفكرة أنك أنت ترتدي كمام يوم تتكلم مع الشخص مو بأن تشيل كمام ما الفايدة بالضبط خلصين الحديث عقوا بتردينا قبل السيرين بالضبط يعني يعني عشان يعني واحد يندمج في الكلام ينسى نفسه وينزل الكمام وهي الفكرة أنك أنت لازم ترتدي الكمام وخصوصا يوم تتحدث مع الأشخاص نظافة إيدينك طوال الوقت يمكن الناس تعبت من هاي السالفة لكن هذا مهم مهم جدا مهم لأن الكورونا عن طريق الرذاذ الملوث وإذا هذا الرذاذ موجود في إيدك إحنا كم مرة نلمس الإيد بإيدنا نلمس الوي عشرات عشرات المرات خلال يوم نحافظ عن نظافة إيدينا وشيء ثالث أحافظ على مسافة كافية وبيني وبين الآخرين ما تقل عن المترين ومن عكوب هذا أنا بالنسبة لي إذا أنت فيك أعراض لا تروح الأماكن الاجتماعية وإنت رايح مثلا إلى مثلا المكان معين طفلك إذا كانت عند أعراض لا ترسل أهل المدرسة الشيء الثاني إذا أنت كنت مخالط الرجاء الالتزام بفترة الحجر هذه العشرة أيام وايد مهمة لك ولطفلك أيضا يعني وايد مهم تلتزمون بالعشرة أيام سواء سواء أنت كانت عندك أعراض ما عندك أعراض ما فيك شيء ما فيك إلا العافية هذه العشرة أيام لازم تلتزم فيها حتى لو أنت سويت فحص الPCR أثناء العشرة أيام وطلعت سلبية الرجاء الالتزام بالعشرة أيام ومن ثم تقدر تمارس حياتك الطبيعية طبعا من ضمن ضمن الإجراءات الاحترازية المخالط لازم يعرف ضرورة بقاءه في المنزل لعشرة أيام نحن نبينكسر سلسلة نقل العدوى وبقاءه في المنزل وأبتعاده عن الآخرين لعشرة أيام نحن نقلل من فرصة نقله للعدوى إذا لا سمح الله كان في كوفيد أيضا بالنسبة لي جدا مهم الأصحاب الكبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة لازم ياخذون احتياطاتهم بزيادة إحنا لازم ناخذ احتياطاتنا بزيادة لما نتعامل معهم أيضا يعني هذه بالنسبة لي أهم النقاط اللي أنا أقدر لما الشخص يسألني دكتورة عطينا المختصر المفيد أنا بالنسبة لي هذا مختصر المختصر طبعا فيه أشياء كثيرة رح نتحدث عنها الأسبوع الهي إن شاء الله لأن نحن كل ثلاث رح نتحدث عن كوفيد إن شاء الله رح نتحدث عن أشياء أخرى في الأسبوع القادم يعطيك العافية دكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي شكرا جزيلا لك دكتورة وشكرا لوقتك وشكرا للمعلومات الطيبة وشكرا جزيلا لفريق العمل معاك الحقيقة على عملكم الكبير المستمر والدائم في توعية أفراد المجتمع عن كوفيد 19 شكرا دكتورة شكرا للاستضافتي ودمتم بالصحة وسعادة دمتي بالصحة وسعادة دكتورة هند العوضي مستمعين الأعزاء وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم مادة علمية ومعلومات صحية أيضا مفيدة وهذا هو دائما مستمعين الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر أن اليوم كان فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي وفي التنسيق والمتابعة لخطنجات السويدي ومخرجنا المتعلق دائما الاستاذ وائل قواسمة وتقبلوا تحياتي أنا عبدالله محمد جمعة ودمتم جميعا بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي